أهلاً ومرحباً بكم مشاهدي الكرام رح أتحدث وإياكم الآن وضيفنا الكريم على دراسة مسحية ووطنية لمعرفة مدى انتشار السكري والتوتر الشرياني للأشخاص فوق سن 25 عام على كل حال هذه الدراسة لها معاييرها وأيضاً أفرزت أو أفضت العديد من القضايا المهمة فيما يتعلق بارتفاع ضغط الدم أو انتشار السكري ومدى انتشاره بين الأشخاص في الأردن فأريد أن أعرفكم بالأستاذ الدكتور أنور بطيحة وهو أستاذ الوبائيات والصحة العامة في أكلية الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا أهلاً ومرحباً بحضرتك دكتور أهلاً بك يعطيكم العافية هي دراسة مسحية يعني ثلاث شراكة مهمين وزارة الصحة جامعة العلوم والتكنولوجيا ثم المركز الوطني السكري وهذه قضية مهمة حتى يكون لدينا سجل وطني على الأقل أو لدينا سجل وطني لمعرفة أعداد مرض السكري وخصوصاً أنه مرض السكري نحن نعرف له تداعياته له أثاره وهو مكلف معنوياً ومادياً خبرني عن هذه الدراسة فكرتها وألية تنفيذها والعينات اللي أخذتوا عليها نعم الدراسة زي ما حضرتك حكيتي يعني بالتعاون بين مركز الوطني السكري وجامعة العلوم والتكنولوجيا ووزارة الصحة وكافة القطاعات الصحية في الأردن هي دراسة شملت كل محافظات المملكة عشان هيك بنقعانها شامل وجمعت معلومات يعني كبيرة عن السكري والضغط والدهنيات والأنيميا وأشياء كثير أخرى صحية حتى الخدمات الصحية والأمراض الأخرى المصاحبة كل المعلومات شملت عينة الدراسة ما يزيد على أربع تلاف شخص الأربع تلاف شخص صلو الله كلهم يعني تم فحصهم أخذ قياسات للخسر والورك والطول والوزن والضغط وأخذت عينات دم منهم تمت فيها فحصات كبيرة يعني كثيرة جدا يعني ذكور وإناث ما كانش فقط مثلا لا 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 كنا أخذنا الناس لفوق العشرين سنة ذكور وإناث طبعا حتى الإناث يعني دايما بشاركوا أكثر بالدراسات فكان تقريبا ضعف الرجال يعني نسبة المشاركة ضعف الرجال كانت من النساء أديش تمرت الحمل أو الدراسة؟ نعم الدراسة أخذت حوالي ثلاث شهور فريق الميداني كان حوالي خمسة وعشرين شخص وانتقل من محافظة لمحافظة حتى أنهى الدراسة نعم طب أيش الهدف العام اللي من الدراسة عملتوها؟ هل هو للسكري ولا لا؟ لأنه فيه ثلاث تقاطعات تقريبا بالأمراض لا مش للسكري فقط للسكري والضغط زي ما حضرتك حكيته ولأشياء أخرى يعني مثل الدهنيات بأشكالها السمنة كل هاي علاقات فيتامين دي فيتامين بي 12 حتى الخدمات الصحية التأمين الصحي بالأردن وهي معلومة كانت يعني غائبة حتى عن الدولة كان مهتمين يعرفوا بالضبط كديش التأمين الصحي فجمعنا معلومات عن التأمين الصحي وأعتقد أنها كانت دراسة شاملة يعني إحنا طيب إيش النتائج اللي أظهرتها الدراسة فيما يتعلق بالسكري أو بالأمراض اللي أجرتوا عليها أو نقص الفيتامينات اللي أجرتوا عليها الدراسة نعم طبعاً إحنا يعني اليوم راح نحكي فقط عن النتائج الخاصة بالسكري والأمراض غير الساري خلنا نقول المتعرف عليها السكري تبين أنه نسبة السكري اللي هو فوق 126 فاصلين بلوت شوغر نسبة حوالها 25 بالمية وهذه زيادة يعني عن المسوحات السابقة اللي عملناها 25 بالمية كيف تقرأوها نسبة عالية ونسبة معقولة نسبة عالية نوعاً ما بس مش مفاجأة إنها لأنه تقريباً الدول المجاورة كلها بتحكي عن يعني أرقام قريبة من الرقم هذا ومرات الزيادة اللي لاحظناها بين السنوات الفين وخمسة والأربعة وتسعين الزيادة بعتقد جزء جيد منها سببه تحسن الخدمات الصحية ومرضى السكري الآن بلاقوا رعاية جيدة وبيعيشوا فترة أطول عشان هيك نسبة الشيوع تزداد فهي على الأقل بتفسر جزء مهم من نعم لأنهم بيحتفظوا بالرقم يعني بتقصد بيحتفظ الشخص بالرقم فبضله رقم هلأ إحنا عنا سجل وطني للإصابة السكري إحنا ما حكي عن نسبة الشيوع نعم بيشوف الحالات القديمة والجديدة مضبوط يعني تتحدث على مقاومتهم للسكر أو القراءة السكري عندهم له 126 نعم هذي النسبة المتعرف عليها عالميا نعم هذي النسبة المتعرف عليها عالميا 25% طلعني 25% طيب بالنسبة للإصابة ما قبل السكري ما قبل السكري مقاومة السكر أو قابلية أو في طريق السكري اختلال السكر في الدم نسبتهم برضو حوالي 22% هذولة السكر تابعهم بين 100 و125 الآن فيه توجه عالمي أنه تحت المية لازم يكون المستوى السكر في الدم فلما بنحكي عن هيك فنقول في 45% أو 46% من الأردنيين نسبة السكري ليست بالحد المرغوب مش كلهم عندهم سكري طبعا نعم هذي بالنسبة للسكري تفضلي بالنسبة للأمراض الأخرى بالنسبة للضغط التوتر الشرياني اللي هو إحنا سمينا نعم التوتر الشرياني التوتر الشرياني أو الضغط بتسموه أنتوا بمصطلح الطبي يمكن ارتفاع الضغط ارتفاع الضغط ارتفاع الضغط هذيش الأرقام كانت دكتور الأرقام برضو يعني الملاحظات اللي بحب أحكيها أنه دائما هاي الأشياء بتعتمد على الكتوف بوينت على المستوى على المستوى اللي احنا بنحدد فيه يعني ما فعل لما بنحكي عن زمان كلنا نحكي عن مئة وستين على تسعين الآن نزلوا لحد هذا لمئة واربعين سعين وفيه ناس بنزلوا حتى لا مئة وخمسة وثمانين مئة وثلاثين على ثمانين فكل ما نزلت المستوى عم ترتفع النسب طبعا اللي بيحدد النسب هاي عالمياً تحدد مش من عندنا طيب فإحنا عندنا تقريباً حوالي 37% من الأرقام هل هاي الأمراض كلها يعني زي التوتر شرياني أو ضغط ارتفاع ضغط الدم والسمنة اللي حضرتك ذكرتها إلا علاقة بالسكري يعني هم مربوطين تقريباً ببعض التوتر شرياني يعني مش هل بسهول السكري يعني برض لا بس هم يمكن مربوطين مربوطين عادة بقاب في ربط بس ما بشبهوش بعض طيب طبعاً ما بشبهوش أنا بس بقول يعني هلأ السمنة على الأقل ضغط ما بشبهو الشكري ممكن العقص صحيح يعني دائماً أول يعني لما تشوف واحد سمين بتحس إنه قد يكون في طريقه إلى السكري أو لازم يعني ممكن تصيبه سكري يعني نتيجة السمنة ممكن مع السكري ممكن يصير أمراض أخرى زي ارتفاع ضغط الدم يعني نعم بتصحيح صحيح هلأ حضرتك قبل الهوة ذكرت على موضوع الكوليسترول نعم ويعني أنت نسفت المعلومات اللي يعني خبرني عنها حتى يعني نحكي لأستاذة المشاهدين بس بطريقة يعني أكيد هاي طريقة إلها حسابات علمية حسابات طبية منهاش علاقة بي والله الموضة هيك ولا مش موضة مثلاً صحيح بالدهنيات بشكل عام الدهنيات تفضل لا بحكي لك شو اللي بحكي وبعدها بنقول الواقع يعني فيه آراء خلنا نقول قوية الآن أو أدلة قوية على أنه الكوليسترول والدهنيات يعني بريئة من الأشياء اللي كانت متهمة فيها سابقاً وهي أمراض القلب نعم أمراض القلب الآن لا الكوليسترول ولا الكوليسترول الحميد ولا الكوليسترول السيء والحسن القصة هاي الآن فيه يعني كثير أراء بتنقضها خلنا نقول أو لا تقبلها ويمكن أصبح الآن على مستوى بس كان تحليل طبي هذا منطق يعني فيه منطق اللي أصحاب النظرية هاي بقولوا آه في منطق لأنه بعتقدوا أنه تسكير شرايين القلب هاي وأنه الدهنيات ترصف فيها كان جزء من عملية العلاج من يعني أو الشفاء خلنا نقول الهيلينج بروسس لالتهاب أو عيد دموية هاي وليس أنه الدهنيات هي سببها آه بس مش معناته أنه كل سمنة وأنه كل منسف إمتى ما بدنا كمان يعني حتى لو إن شاءل عنه الاتهام الكوليسترول بس بضل الموضوع يعني إله علاقة بيأثر على الصحة الدهنيات آه يعني مخازن للطاقة للكالوريات يعني قرام دهن في كالوريز قد آه 2 قرام وأكثر شوية من البروتينات أو 2 قرام من النشويات وبالتالي إحنا إذا بنقدر يعني نوكل دهنيات لكن نحافظ على وزننا بالتالي بتحسب قديش الكمية الكالوريز مش موضوع الإفراط يعني اللي بتدخلها آه عدم الإفراط طبعا يعني سواء نشويات أو دهنيات أو يا دكتور الناس وهي خايفة من الكوليسترول مش سائلة بتاكل اللي بدهيا نعم كيف هلالا ما يبطل يخافوا من الكوليسترول يبطل وصار بريء الكوليسترول والله يعني بالعكس احنا بنقول أنه الكوليسترول هو في الواقع أساسي للحياة و ما اختلف بتركيب معظم الهرمونات تبعا مثلا ما بعرف إذا أطباء القلب شو رأيهم يعني إذا قدرنا نأخذ مجرحين القلب شو رح يحكوا عن هذا الموضوع هما الآن الجمعيات القلب اللي في أمريكا أعتقد على وشك شيلوا التوصيات من طيب بس شيلوها في أمريكا بطيب يمكن شيلوها والله بس يعني هذا نفس لكل المعلومات ولكل المنطق أو يعني اللي احنا متربين عليه أو متعودين عليه دائما وإحنا كمان لدرسنا صحيح ويمكن عام الدرس وحضرتك للطلاب اللي عندك نعم كثير على ذكرة يعني يعني معلومات يعني يعني بهاي الطريقة احنا بنتقدم أصلا يعني في معلومات بتكون خاطئة بتصححة بس هلأ لما لكن يعني البحوث الصحية المتتالي عشان هيك ضرورية لأنه احنا بعدنا معلوماتنا يعني ما وصلتش للبيرفكت ولا أقل من بيرفكت بالمرسوط للكمال نعم للكمال طيب بس أنا بدي أسألك سؤال هلأ بدي أضل عندها لأنها موضوع يعني أنا فاجأتني بره وفاجأتني برضه هون لأني أنا مش أدري أستوعب إنه هل السنين هاي كلها وهالمعلومات الخلفية يعني لما طبيبي يقول لك شريينك مسكرة مليانة كلها دهن مثلا ومجمدة في منطق بطل يدخل قلب الدم عشان شريينه مسكرة يعني كيف هلأ المعلومة بتقول لا الكوليسترول الدهون تترسب بالأماكن اللي أصلا مش سليمة يعني شريينها عشان ترسب فيها الدهون بتكون أصلا فيها مشكلة يعتقد انها الالتهاب وبالتالي نوع من تترسب هذه الدهنيات عملية علاج يعني زي تعمل لاب تغليف مثلا نعم يعني معلش يعني هذه دراسة ونحن بنحترم كل دراسات هذه مش دراستي أنا بعرف ان هذه دراسات طبية خارجية وبحاث خارجية احنا بالعكس طب أنا عشان يعني أروح مع حضرتك للتوصيات اللي طلعت فيها الدراسة أخذتوا أرقام وطلعتوا إحصائيات وأظن هاي رح تعطيكم خارط الطريق فيما يتعلق بالسكري بفيتامين بـ 12 ودال وإلى آخره والسمنة نعم إيش التوصيات اللي خرجتوا فيها بالدراسة احنا لحل الواقع النتائج اللي يعني 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 بنعرضها هي النتائج الأولية ونتائج الأساسية لكن التوصيات هي التوصيات بالنسبة لمواضيع السكري موضوع السكري هي التوصيات القديمة إنه التوازن في الغذاء نعم والنشاط البدني والأسف اللي إحنا عندنا مش متاح يعني مدننا مش متاح نشاط البدني لأنه حتى الأرصفة مليئة بالسيارات مليئة بال صحيح فمفروض حتى بمكان العمل في نشاط البدني حتى بالمفروض مثلا في أيام أو أماكن يعني ما بتدخلش السيارات فيها للشوارع عشان تسمح للناس يتحركوا ويمشوا لأنا بنقول للناس يمشوا بقول لك وين نمشي فالتوصيات تبع الدراسة لحد الآن يعني هاي التوصيات الأساسية توعية الناس توعية الناس بإنه لازم حافظوا على وزنهم لازم حافظوا على السكر تبعهم لازم نقيسوا الضغط لأنه إحنا لما إحنا بنكتشف إنه واحد عنده ضغط مرات بيكون صار له عشر سنين عنده ضغط وهو مش عارف وهو مش عارف حتى السكري معدة سنوات بيكون لسه الشخص مش عارف وبيكون أتلف كثير أشياء بالجسم بالوقت طيب ما هو يمكن نازم تحط توصية من التوصيات نعم إنه مثل هذه الأمور يعني لازم يكون فيها إشي شبه مجاني للكشف الدوري لأنه أحيانا هلأ أحيانا سيكون معنا بعد شوية ساعات النائب دكتور عيسى الخشاشة نعم لهو عضو اللجنة الصحية يمكن نحط كمان يعني في أعين هذه اللجنة إنه لازم يكون هناك أهمية صحيح يمكن معظم المواطنين مشمولين بالتأمين الصحي لكن هل يغطي التأمين الصحي إمكانية لأنه لما تسأل المواطن أنت عم تعمل دوري كشف دوري فح السريري بقول لك لا أروح أحط لي 50 دينار والعشرين دينار وهي بتفرق العشرين بتفرق الخمسة وعشرين وبتفرق العشر ليرات عند المواطن فليرات يكون هناك يعني للأعمار لأعمار مختلفة للأسر طالما عملتوا دراسات ويمكن في مؤشرات لأسر هي محتاجة أن يصير عندهم كشف دوري لو يقايتهم من السكر لأنه سيصير علاجهم مكلف على الدولة وعلى الوطن بشكل عام صحيح إحنا الواقع يعني توعية الناس جزء أساسي بالموضوع الخدمات نفسها متوفرة نعم يعني إحنا من البلدان المراكز الصحية يمكن بعيدة بمعدل عشرين دقيقة أو أقل يعني طيب عن كل الناس نعم فيه بالأردن ما يزيد على سبعمائة المركز الصحي غير المستشفيات فلو الناس توعوا وراحوا بكل المراكز الموجودة الفحوصات وموجودة مجانا وحضرتك حكيت عن التأمين الصحي بالأردن التأمين الصحي تقريبا ثلاث ثمانين بالمئة من الأردنيين مشمولين بتأمين صحي منهم حتى ثلاث بالمئة مشمولين بأكثر من تأمين صحي والتالي يعمل الأشياء هذه تقريبا مجانا يعني فالقضية التوعية طيب موقفي موقفي من هذا الموضوع زي موقفي مع موضوع الكوليسترول نعم على كل حال يعني قدي أقوله أنه متاح متاح الموضوع لو الناس يعني مش كثير متاح حتى المراكز الصحية ما احترامي يعني اذهب إلى المراكز الصحية إذا بتقول صباح الخير محدش برد عليك على كل حال أنا يعني بشعر هذا ممكن اتبق معك فيها يعني احنا بدنا بدنا في انشئنا أن نسميها رفاهية للمواطن فلنسميها لأنها ليست رفاهية لما أنت بتحمي مواطن من إصابته بالسكري زي ما عم تحميه من إصابته بالسرطان زي ما عم تحميه من إصابته بالسرطان لأنه بالمرض بالآخر هو مكلف على الوطن ومكلف على المواطن نفسه لأنه تخيل لما بيصيب انت عم تحكي على 25 سنة لما بيصيبه سكري هذا قديش بدك تعطله عن شغله ولأنه السكري له ترتيباته الأخرى في حياة الشخصية فقط من الناحية الصحية ومن الناحية الإنسانية ومن الناحية الأسرية ومن الناحية العملية على كل حال أنا بتمنى لدراستكم التوفيق وأنها تعطيكم مؤشرات إن شاء الله أنه يأخذوها يعني في عين الاعتبار تأخذ في عين اعتبار لصالح المواطن أنا بدي أشكرك الأستاذ الدكتور أنور شكرا جزيلا لحضرتك وللمشاهدين الكرام بدي أتوجه حضراتكم إلى هذه المادة أو هذا التقرير للزميلة أروت زعبي التقرير حول ورشة عمل نظمها المجلس الوطني بشؤون الأسرة الورشة حول الجلسات الاستشارية للتعامل مع تعديل قانون الحماية من العنف الأسري شكرا جزيلا شكرا